بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي مع الرئيس فيليب فيوجان فيتش رئيس جمهورية من مونتينيغرو وتعزيز علاقات التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين وأعربت معاليها خلال استقبالها ضيف البلاد والوفد المرافق في مقر المجلس بأبو ضبي اليوم عن تطلعها إلى تعزيز العلاقات بين برلماني البلدين عن طريق تشكيل جمعية صداقة بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان في جمهورية الجبل الأسود وتم خلال اللقاء تبادل وجهة النظر بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة حيث أكد الجانبان على أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي وإدانة كافة أشكال الأعمال الإرهابية شكرا